السلامة في معامل الأحياء أيضا لا تختلف كثيرا في معامل الكيميا لأنه أيضا في استخدام المواد الكيميائية كذلك ولكن هناك في خصوصية تخص معامل الأحياء لأنه فيها جسم الزيولوجي وقسم النبات في جسمين هناك لجسم الحيوان وجسم النبات أيضا البوتني والزيولوجي أو جسم النبات والحيوان زي ما موجود ولكن هذه التعامل مع الأحياء الدقيقة والتعامل مع النباتات الأحيانة تصير الحساسية مهم جدا إنه نتبع إرشادات السلامة المرتبطة بها حسب أو وفق المعلومات السلامة الموجودة في معامل الأحياء فالأمن والسلامة في مختبر الأحياء للتعامل مع النباتات مثلا إحنا قلنا في قسم النبات وفي قسم الحيوان فقسم النبات طبعا ننتبه للنباتات التي نتعامل معها لتكون تصير الحساسية أو تعمل بعض الربو أو إلى آخره يعني لازم نعمل حسابنا بالنوعية النباتات التي نتعامل معها ونلبس البيبي هذي مهمة جدا عندنا البرسلل بورتكتيف اكويبمنت أي أدوات السلامة الحامية وقلنا هي نظارات السلامة وقلنا هي هي الغفازات واللاب كوت هو اللاب كوت الحقنا الذي نلبسه بشكل عام يعني بالنسبة لدخولنا للمعمل وطبعا يجب أن لا ندخل المعمل إذا ما عندنا البرسلل بورتكتيف اكويبمنت يعني لو ما عندنا بالطو ونمرأ واحد قلنا البرسلل بورتكتيف اكويبمنت هنا قلنا نظارات السلامة ونمرأ اثنين قلنا القفازات قفازات ونمرأ ثلاثة ايش قلنا نمرأ ثلاثة قلنا البالطو هذا مهم جدا لو ما عندك ما تدخل المعمل لكي لا تعرض نفسك للخطر أول حاجة التعرف على النباتات السامة وهذا مهم جدا الموجودة في المنطقة المحيطة الابتعاد عن اكل اي نوع من النبات مخصص للاستخدام او للاستعمال في المختبر هذا مهم جدا وايضا مسألة الاكل هذه ممنوعة اصلا لما ندخل المعمل احنا قلنا في اربعة اشياء ممنوعة علينا ايش مثلا اكل وشرب وعندنا التدخين هذه وعندنا استخدام الموبايل فهذه كلها ممنوعة هذه ممنوعة في كل المعامل طبعا بالشكل او اخر اذا فالاكل اي نوع من النبات بخصص للاستخدام في المختبر هذا مهم جدا ويطبق على كل الابتعاد عن سكب عصارة النبات على الجلد ويمكن يعمل لك حساسية من الاتهابات او على جرح مكشوف مثلا في بعض الناس يظنوا انه بعض عصارات النبات تعالج او الاخري فهذا خطأ ويجب دائما اذا عندنا اي شيء للعلاج ينتابع طبيب مختص في ذلك الابتعاد عن استنشاق الدخان الناتج عن حرق اي جزء من نبات التعرض الجلد او العينين له قسل الايدي جيدا بالماء والصابون بعد التعامل مع اي نبتة قبل مغادرة المختبر تكون فيها اشياء ممكن تكون سامة الى اخره فيجب ايضا نحترز بهذه بغسيلة الايدي عند مغادرتنا المعمل اي قبل مغادرة المعمل يكون ايدينا نظيفة لا تعامل مع اي نبتة يعتقد انها قد رشت بمبيد حشري وايضا المبيدات تكون قاتلة فبالتالي يجب ان لا نتعامل معها بالشكل العادي يعني لازم نكون باشياء احتلازية زي ما قلنا نلبس نستخدمها واننا احنا عندنا البي بي اي البويرسن بروتكتيب ايكويبمنتل اللي هي النظارات والقفازات والباطل الطرق سنتعلم مع مسببات الامراض وهذا في قسم الزيولوجي مثلا اذا عندنا في قسم الحيوان بعض الكائنات الدقيقة اللي نتعامل معها لا تستخدم البكتيريا والفيطريات المسبب الامراض في المختبرات تعامل مع الكائنات الحية الدقيقة كافة على انها مسبب الامراض يعني اذا بتتعامل مع كلشا او ايش زرع لبكتيريا او نوعا ما فبالتالي يبقى تعالما باعتبار انها مسبب الامراض اغلق طبع البيتري ديش المحتوي على بكتيريا بشريط اللاصق ولا تحاول ابدا تزرع بكتيريا من انسان او حيوان في حالة تلوث المكان بعينات بكتيريا وغطي المكان بطبقة من المناديل الصحية ثم بليلها بمادة معقمة وتركها مدة 15-20 دقيقة واستخدم ملقة لتضعها في وعاء قابل للتعقيم بجهاز البخار وقلق الوعاء حتى تعقيمه وهذا اسمه الاوتو كليف الاوتو كليف الاوتو كليف هذا للمادة ولكن طبعا شوف اسناما انت بتستخدم بارض ونذكركم تاني البيرسون البروتكتيف ايكوبمنت لبس القلوس والنظارات والبالت وهذا مهم جدا امسح سطح الطاولة باي سنوة حوالي 70% واي مطهر مناسب اخر وعقم بواسط اللهب الحلقة السلكية المستخدمة في نقل البكتيريا المزروعة هذا مهم جدا بالنسبة للناس اللي بتعامل مع الكائنات دقيقة وخاصة زي الفطريات والبكتيريا هذا فقط مهم جدا وزي ما شوفنا انه السلام العام مشتركة لكل نوعية المختبرات ولكن كل مختبر له خصوصيته بالتالي يجب ان نتكلم عن الاشياء الليها علاقة بالمعامل بشكل خاص او بخصوصية خاصة الطرقة سينا تعال مع المواد المحفوظة مثلا المواد المحفوظة زي بكون عندنا نوعيا في القسم الزيولوجي قلنا قسم الحيوان بالذات في بيستخدم الفورمالين والفورمالين مادة مسلطية لزيك يجب التعاون معها بحذر المراعات التالي خاصة بشبعة شوية كيفية الضفاطع والسعابين والاخره اللي بتكون المحفوظة في الفورمالين وهو مادة مسلطية يبقى كيف نتعامل معها اول حاجة تهوية المختبر بشكل جيد في اثناء التعامل مع العينات المحفوظة بهذه المادة ارتداء القفازات عند التعامل مع هذه العينات يعني القفازات قبل قلنا وايضا ما ننسى الماسك اذا بتتعامل مع هذه الكمامة في كمامات خاصة ماسك كمامة في كمامة خاصة بالنسبة للمواد اللي بتكون هذه ونستخدم الفيومهود او دولاب الابخرة هذا مهم جدا في هذه الحالة لتخفيف تركيز الفورمال دهيد يمكن غمر العين في الماء اثناء الليل طبعا عشان يكون مخفف جدا ويجب انه ما يكون مركز بالابخرة وطبعا استخدام دولاب الابخرة هذا مهم جدا عند التعامل مع حيوانات محفوظة او تشريح ارتداء نظارات واقية وقفازات احزن ان يلمس الحفظ جلدك هذا مهم جدا اذا جينا تاني واكدنا عن البرسون البرتكتو ايكوب مين اللي هي القفازات والنظارات والبالتو هذا مهمة وايضا في حالة الابخرة المتصاعدة جدا يبقى ان نلبس كمامة خاصة لهذا النوع لنتفادى انه نستنشقه الاخري وتأثر علينا او في جهازنا التنفذي هذا مهم جدا اجراء عمليات التشريح في مكان جيد التهوية ايضا طبعا لتفادي انه المواد الحافظة هذا زي الفورمال دهيد الفورمالين هذا زي موسان بشكل عام انه الابخرة بتاعته ما تصعد سبب لينا مشاكل وهو مصرطين فهذه اشكالية واضحة يبقى اذا اهتمامنا بهذا يجب ان لا يكون هناك ضرر او ضرار لانه احيانا معانا ايضا ناس شقالين ونحمي نفسنا ونحمي قيرنا هذه امثلة واضحة جدا الطرق السليمية التعامل مع المواد المحفوظة يموقنا قبل شوية ملحوظة للتخفيف من نسبة الفورمال دهيد الحر يمكن قسل العين بالماء الجاري داخل وعاء مفتوح جزئية مدة مساعة الى 4 ساعات لتخفيف تركيز اذا نشوف الفورمال دهيد يبقى هذه الضفضعة مخزنة وهذا السعبان ايضا في التالي الناس في قسم الزيولوجي قسم الحيوان اللي يتابعوا تشريح هذه النباتة اذا في التعامل معاني يبقى ان يتبعوا الارشادات المذكورة انفا في هذا الفيديو